أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان أبيئي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من شلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيئي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما برسخوا الآية بغيان فبيئي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أبيئي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبيئي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استدعت من تنفذوا من أحتار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواصئ والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاينها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كذل جلال والإكرام صدق الله العظيم وصدع رسول النبي الكريم